إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق في البلاد فلا ترتع من هذا الأمر لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما محتاجين رجال ونساء في هذه الأيام يقفوا أعتقد واحد اسمه أثاناسيوس اللي وقف مع الحق ضد الضلال ولسيما في سنة 325 وقت مجمع نقية وبتذكر القول الشهير أعتقد أنه أثاناسيوس قالوا العالم ضدك قال وأنا ضد العالم وتكررت هذه العبارة في العصر الجديد واحد اسمه جون نوكس المصلح الشهير في سكوتلندا اللي الله استخدمه في نهضة روحية كبيرة قالوا له يا جون العالم كل وقف ضدك أجابه وقال وأنا أيضا ضد العالم تعرف أحبائي موسى وقف ضد السوبر باور ضد فرعون وقال لفرعون أطلق شعبي ليعبدوني فأيام دانيال النبي وقف أمام الملك بيل الشصر اللي كان بيسكر وبيشرب في آنية الهيكل فراءة يد كاتبة على الحائط فالنبي دانيال تنبأ أنه في تلك الليلة أنه الله أحصى مملكته وفعلا جاءت مملكة باتحاد مملكة مادي وفارس ويأخذ الحكم من البابليين وأصبح صارت مملكة فارس فأيام يحنى المعمدان وقف أمام الملك هيرودوس أنتيباس لأنه كان يأخذ زوجة أخوه وهو على قيد الحياة قال له يحنى لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك وبالنتيجة لأنه كان على حق يحنى قطع رأسه وصار المثل المعروف يعني أنا على حق ولو على قطع رأس فإذن اللي ناس ماتت من أجل الحرية دول ازدهرت ولسيما أمريكا ودول كثيرة بسبب الحرية وواجهت كل أنواع التحديات والحروبات الداخلية والخارجية حتى توصل لهذا الوضع هاي يعني شيء رباني شيء إلهي الله وضعه في داخل إنسان حتى يعيش فيه فإحنا محتاجين ناس أنه تقول لا للخطيئة لا للشهوات العالمية لا لأي نظام اللي بيحاول أن يقف ضد تعليم يسوع المسيح ويهينه فإحنا محتاجين نتكلم بكل جرأة بكل جراءة جراءة وهكذا فيه أنبياء كثيرون مثل إلي النبي يعني تحدى الملك آخاب والملكة إزابيل وتحدى أنبياء البعل وتحدى كل المملكة وقال الإله الذي يجيب بنار نزلت نار الرب وفعلا كل المملكة قالت الرب هو الله الرب هو الله كذلك في أيام أليشة كان في حرب والله استخدم أسمع صوت وكانت نصرة كبيرة نرجع لأيام صموئيل للنبي كان رجل الله والله استخدم لأنه وقف في أحد الأيام قال حاش لي أن أكف حاش لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة من أجلكم وقف فعلا وانتصر ماذا عن يهوشفات الملك ملك يهوذة انتصار عظيم لأنه تمسك بتعليم نبي الله اللي اتنبأ وهكذا الشعياء في أيام الملك يهوذة الملك حزقية جاء الأشوريون وحاطوا أرشليم وكان جيش جرار تخيل الله أرسل ملاك ليهزم الأعداء وهكذا أحبائي الله عنده كل أنواع الطرق لما بيكون القلب متواضع لما بيكون القلب منكسر لما بيكون عندنا اعتماد واتكال كامل على الله مكتوب قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيث ما شاء يميلوا